تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثلاثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى توفير السلع وبتخفيضات تصل إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري كما يتم في إطار المبادرات توزيع بواد سلع غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة والمناطق الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية انطلاقا من المسئولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية تواصل الوزارة فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفضات تصل إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري في السلاسل التجارية وفروعها والشوادر المقامة لهذا الغرض على مستوى الجمهورية فعلاً دي حاجة كويسة جداً خفف على المواطنين الأعباء طبعاً بصفة عامة بنحاول أن احنا بنكونوا موفرين كل السلع التموينية أو غير التموينية كمان بأسعار مخفضة مبادرة حيلة وقويسة وكمام والأسعار كويسة ومتناول الجميع طبعاً بشغل في خامة رئيس طبعاً المنتائي طبعاً بيحاول يوفرها للشعب القد ما يقدر عشان طبعاً تبقى يعني في متناول الجميع ومحدش بيحتاج حاجة ومحدش أقول إن في حاجة نقطة في البلد كما تحرص وزارة الداخلية على توفير السلع من خلال 1026 منفزاً سابتاً ومتحركاً تابعة لمنظومة أمان على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام كما قامت منظومة أمان بتوفير عبوات تحتوي السلع غذائية متنوعة وطرحيها على المواطنين بأسعار رمزية بتنادينا لو تحتدينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعر إذا السلزيت بره باربعين وهم يدينا زيت ورز ومكارون أو سكر نشكرين على تخفض الأسعار ورب يعني يكون في حاجات كده على طول ربنا يخلينا الرئيس وربنا ما يحرنوها شمال أحب أشكر سيدة الرئيس على المبادرة اللي أعملها بنا دايماً يخلي مصر أولاً وفوقاً وتحيا مصر لم تقتصر جهود وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عند حد التخفيضات بل وفرت الوزارة عبوات تحتوي السلع غذائية متنوعة ذات جودة عالية لتوزعها على المواطنين بالمجان في المناطق الأولى بالرعاية والأشد احتياجاً على مستوى الجمهورية في إطار الحرص على تقديم الدعم لهم ومساندتهم مصر الكبيرة في كل ود وكل عاصل والكل عارف أن مصر طول عمر هاصل الحكاية شعب وقيام ربنا يخلوننا سيدة الرئيس عفتح السيسي ربنا يبراكلنا فيه يا رب ربنا يبراكلنا فيه وتولنا فيه يا رب كما وجهت وزارة الداخلية مأموريات إلى المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة كبداء للعشوائيات بهدف توفير حياة كريمة لقاطنيها وتم توزيع العبوات على المواطنين هناك والذين ثمنوا غالياً جهود وزارة الداخلية المستمرة لتوفير الدعم لهم وتخفيف العباء عنهم النهاردة كان فيه مبادرة جميلة قوي من وزارة الداخلية طبعاً هي مش أول مرة تعمل دوت من ساعة ما جينا أهلينا ودوت بيتعمل جمع الزاكرتين علينا وبسطونا وهيئونا وآخر احترام وآخر كمية الأدب فيه الرئيس فكرنا وبيجيب لنا كل حاجة وكفية لوه فكرنا والله ما بينسانا أبدا أنا بشكر الرئيس وبقول شكراً يا رئيس هو فعلاً عمل لنا حاجات كتيرة ودي بشأول مرة دي أكتر من المرة يجينا هنا وبشكر وزارة الداخلية وبقول شكراً يا رئيس ربنا يخليك لنا يا رب لوحة حضارية واجتماعية تعكس معاني التكافل الاجتماعي ترسمها وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد التي تسعى دائماً إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين بتخفضاتها وما توفره من سلع مجانية للمواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة والأولى برعاية حيث تستمر هذه المبادرة في عطائها المتجدد ودعمها لكل الفئات في دولة تسعى لتوفير حياة كريمة لمواطنها أنا سليلين ويدي الساحة ويقوي على هو بيعمله شكراً جداً جداً يا رئيس عنه أنت عمهم هنا وعملهم مع الناس كلها دائماً لنا سلطة وشاء